طيب خلوني وأنا أرحب بكل ضيوفي الأعزاء الأجلاء أقولكم أنه حصلت استجابة الأول قبل ما نكمل مناقشتنا استجابة لاستغاثة الشاب محمد عبد الوهاب عنده 39 سنة يعاني من السمنة المفرطة ده أدى كان إلى وصول وزنه تقريبا تقريبا لحوالي 250 كيلو جرام ربعة الحقيقة تم التواصل معاه وحصل أنه تم الاتفاق الحمد لله والشكر للعلاج على نفقة الدولة وتم نقله المستشفى الدمرداش أو بيوقي ينقل المستشفى الدمرداش خلال 24 ساعة تحديدا باشر الفريق الطبي المسؤول عنه إجراء كل الفحوصات فورا وحددوا الحالة وتم وضع خطته العلاجية الشاملة طيب بالتوازي مع كل ده قامت كمان مؤسسة حياة كريمة يعني ناس سريع الحقيقة كما جرت العادة في إطار دور مجتمعي ودور إنساني بالتواصل الفوري مع أسرة محمد عبد الوهاب وبيتابعوا حالته وحالة الأسرة بعناية شديدة وتم توجيه الجهد اللازم لتقديم الدعم والمساعدة ليهم في ظل الظروف الصعبة اللي بيمروا بيها ربنا يا ربي أهموا بسلامة وشكرا جدا على هذه الاستجابة